وزير العدل الأمريكي يكشف ارتباط الطالب السعودي المسؤول عن حد في إطلاق النار في قاعدة تنساكولا في فلوريدا بتنظيم القاعدة المحكمة العليا الأمريكية تقر حق أهالي ضحايا هجمات القاعدة على سفراتي واشنطن في كينيا وتنزانيا عام 98 في مطالبة السودان بالتعويضات لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا يظهر نتائج إيجابية في مراحله الأولى قبل انطلاق المرحلة الأخيرة في شهر يوليو المقبل منتصف الليل بتوقيتي غرينيتش الثامنة مساء بتوقيتي واشنطن من العاصمة تحليل ونقاش لأخبار أمريكا والعالم أهلا بكم مشاهدين قبل البدء بتناول أبرز ما ورد ضمن من العاصمة من عنوين نشير إلى أن مصادر أمنية في بغداد أفادت بسماع صوت انفجار داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد وأضافت المصادر أن صاروخا مجهول المصدر سقط في محيط السفر الأمريكية ما أسفر عن وقوع خسائر مادية حتى الآن إذن كشف وزير العد الأمريكي وليام بار ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كريستوفر راي عن أدلة تثبتها علاقة الطيار والطالب السعودي محمد الشمراني الذي أطلق النرة في قاعدة بنسيكولا الجوية في ولاية فرويدا في ديسمبر من العام الماضي بتنظيم القاعدة وقال بار إن هواتف الشمراني أكدت هذه الروابط وبينت بشكل واضح علاقته بالتنظيم الإرهابي حتى قبل وصوله إلى الولايات المتحدة وأشار كل من بار وري إلى تطورات هامة في التحقيقات بهذا الحادث الذي أسفر حينها عن مقتل ثلاثة بحارة وإصابة ثمانية أمريكيين آخرين الطيار السعودي محمد سعيد الشمراني نفذ جريمته الإرهابية في قاعدة بنسيكولا بفلوريدا بناء على اتصالات وتنصيق مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب هذا ما كشفته عملية اختراق قام بها الـ FBI لهاتفه من دون أي مساعدة من شركة أبل نجح الـ FBI في التعرف على مضمون هاتف الشمراني واكتشف أنه خطط لجريمته الإرهابية بالتواصل مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وكشف الـ FBI أنه أجرى أكثر من 500 استجواب لزملاء الشمراني الذي سعى إلى الانضمام إلى سلاح الجو الملكي السعودي بهدف الوصول إلى أمريكا وتنفيذ جريمة يستفيد منها تنظيم القاعدة كان دقيقا في تخطيطه وموليا للقاعدة في جزيرة العرب حيث أنضى عواما عدة يخطط لجريمته وأظهرت عملية اختراق هاتف الشمراني بأنه سجل فيديوهات من بينها وصيته وهي كلها تظهر بأنه دعا إلى إلحاق أكبر قدر ممكن من الأذى والضرر بالولايات المتحدة الأمريكية من واشنطن جو تابت الحرة ومعنا عبر شبكة سكايب من مدينة أرلينغتن في ولاية فرجينيا الأمريكية الخبير في شأن الأمني كيندريك روبينز أستاذ روبينز إذن هذه المعلومات التي أعلنتها الـ FBI ماذا تدل وكيف ممكن أن تؤثر على علاقة الولايات المتحدة مع سعودية شكرا لاستضافة هذا المساء من الواضح أن الولايات المتحدة عليها أن تلقي نظرة أعمق على العلاقات مع السعودية خاصة فيما يتعلق بتدريب السعوديين هناك أكثر من خمسة آلاف من العناصر العسكرية السعودية الذين يأتون إلى أمريكا سنويا من أجل التدريب العسكري في مدارس مختلفة ونريد لهذا البرنامج أن يستمر ولكن هذا البرنامج يثير مخاوف أمنية وعلينا أن نقوم بعملية غربلة للعناصر التي تأتي إلى هنا للتدريب وأعتقد أن هذا موضع نقاش بين وزير الخارجية والمسؤولين السعوديين بالشأن كيف يمكن أن نقوم بعمل أفضل في غربلة هؤلاء الأشخاص قبل أن يتم اختيارهم للقدوم إلى أمريكا من أجل التدريب وهذا يؤثر على علاقات أخرى بين البلدين نتيجة لهذه الحادثة عندما تقول أستاذ روبينز بحاجة هذا البرنامج إلى نظرة أعمق كيف يمكن أن نقوم بهذه النظرة الأعمق مع استكمال هذا البرنامج برنامج التدريب برامج التدريب مهمة للدولتين فالسعودية ترسل عناصر للتدريب في أمريكا وهذه البرامج تخدم عدة أهداف من المنظور الأمريكي مهم أن يكون هناك ضباط أجانب يأتون إلى هنا للتدرب من جميع المستويات لأنهم يطورون علاقات معنا أيضا هذا يعزز مهنهم العسكرية عندما يعودون إلى الشرق الأوسط هناك كثير من الضباط المصريين والآخرين الذين تلقوا تدريباتهم هنا العلاقات بين كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين والعرب مهمة في أي حوار بهذا السبب العلاقات مهمة ونريد من هذه العناصر الأجنبية أن تأتي هنا للتدرب أيضا هناك إمكانية أن يشهد المتدربين الأجانب كيف يتلقى الأمريكيون تعليماتهم من كبار الضباط وكيف يكون لهم رأي في العملية الديمقراطية أحيانا كثيرا العسكر في الدول الأجنبية يتقدمون على السياسة وهذا لا تعتمده الولايات المتحدة علينا التأكد أن هناك عملية مراقبة وغربة لدقيقة لمن يأتي إلى هنا هذه حادثة صعبة الشخص الذي أو الإرهابي السعودي أمضى سنوات في الجيش السعودي ويبدو أنه لم يكن سهلا اكتشافه من الواضح أن هذا الشيء يجب أن ننظر عليه عن قرب وهم يغربلون الأفراد الذين يأتون إلى الولايات المتحدة حتى لا يتكرر ما حدث عندما نقول بأنه كان يجب أن يتم غربلة هذا الموضوع والأشخاص الذين يأتون للتدريب في الولايات المتحدة إلى أي مدى تقع هنا المسئولية على الـ FBI أو الأشخاص الذين لم يقوموا بفحص دقيق لكل من يأتي إلى الأراضي الأمريكية للتدريب من طلاب دول أخرى أعتقد أن المسئولية تقع على البلدين واضح أن الدولة التي ترسل المتدربين عليها أن تقوم بعملية الاختيار بشكل أفضل أعتقد أن ما سنراه في المستقبل هو أن الـ FBI سيضع روتوكولات أكثر قوة بالنسبة لمن يأتي إلى هنا ولكن كما قلت هناك أكثر من خمسة آلاف يأتون إلى هنا كل سنة لحضور أنواع مختلفة من التدريب يجب أن وعملية الغربلة عملية صعبة أعتقد أنه في الأماكن التي يكون فيها فرص تسلل الإرهابيين إلى هذه العناصر ستكون هناك عمليات تدقيق أكبر مثلا في السعودية سيكون هناك تدقيق أكبر على من ترسلهم السعودية أكثر من دولة أخرى لديها تاريخ يختلف في مجال التجنيد المسألة ستأخذ أسابيع وأشهر وستكون هناك معايير أكثر قوة عند اختيار هؤلاء القادمين إلى أمريكا للتدريب كاندريك روبرنز الخبير في أشياء الأمين شكرا جزيلا لوجودك معنا ضمن من العاصمة شكرا جزيلا لوجودك معنا ضمن من العاصمة شكرا جزيلا للمكث وبعد الفاصل المشاهدين تتابعون المحكمة العليا تقر حق أهل ضحايا هجمات القاعدة على سفرتي واشنطن في كينيا وتنزانيا عام 98 بمطالبة السودان بالتعوضات لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا يظهر نتائج إيجابية في مراحله الأولى قبل انطلاق المرحلة الأخيرة في شهر يوليو المقبل نرحب بكم من جديد من العاصمة وفي جزئها الأول تناولنا أو كشف وزير العدل الأمريكي ارتباط الطالب السعودي المسؤول عن حادث إطلاق النار في قاعدة بانساكولا في ولاية فلويدا بتنظيم القاعدة كما نتطرق إلى إقرار المحكمة العليا لحق أهالي ضحايا بهجمات القاعدة على سفرتي واشنطن في كينيا وتنزانيا عام 98 في مطالبة السودان بالتعوضات أما لاحقا فلقاح جديد مضاد لفيروس كورونا يظهر نتائج إيجابية في مراحله الأولى قبل انطلاق المرحلة الأخيرة في شهر يوليو المقبل أقرت المحكمة الأمريكية العليا حق أهالي ضحايا ومصابي الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة على سفرتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998 في مطالبة حكومة السودان بالتعوضات بعد أن قضت محكمة جزائية بتواطئ الخرطوم في هذه الهجمات وأكدت المحكمة أن القانون الذي أقره الكونغرس في هذا الشأن يسري على هذه الدعوة ومن ثم يمنح الأهالي الحق في التعوض قضت المحكمة العليا الأمريكية بحق أهالي الضحايا الذين قضوا وأصيبوا في هجومي تنظيم القاعدة على سفرتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا عام 1998 في مطالبة السودان بتعوضات صدر قرار المحكمة بأغلبية ثمانية من بين أعضائها التسعة وامتناع قاد واحد عن التصويت وبموجب هذا القرار سيصبح حكم محكمة الاستئناف الأمريكية الذي صدر عام 2017 برفض التعوضات التي قضت بها محكمة جزئية أخرى لاغيا ومن ثم فمن حق أهالي الضحايا والمصابين إعادة مطالبة السودان بنحو عشرة مليارات دولار من التعوضات عن الخسائر والأرواح التي قضت بها المحكمة الجزئية بعد اتهام القرطوم بالتواطئ في الهجمات التي أصفرت عن مقتل 224 شخصا بينهم 12 أمريكيا وإصابة مئات الدعوة أقامها أكثر من 560 شخصا أغلبهم من غير الأمريكيين من الموظفين أو أقارب موظفين كانوا يعملون بهذه السفارات الأمريكية وكانت إدارة الرئيس سرامب قد حثت المحكمة على إنصاف أهالي الضحايا وإقرار الحكم بتعويضهم نشرت صحيفة The Washington Post مقالا ذكرت فيه أن الولايات المتحدة أصبحت قادرة على القيام باختبارات لإكتشاف فيروس كورونا على نطاق واسع وأضاف المقال أن أغلب الولايات لم تعد تواجه مشاكل النقص في المعدات لإجراء الاختبارات مثل ما كان الأمر في بداية انتشار الفيروس على الأراضي الأمريكية وشدد المقال على أن المشكلة الآن تكمن في عدم وجود إقبال من قبل المواطنين لإجراء الاختبارات للتأكد من عدم إصابتهم وفق ما ذكر المقال فإن السبب يعود إلى خوف جانب كبير من الناس من اكتشاف إصابتهم بالمرض أو الخوف من أن تكون التكلفة المادية للعملية باهظة بينما أعرب جانب آخر من الأمريكيين من أصول إفريقية خصوصا عن عدم ثقتهم بالنظام الصحي الأمريكي أعلنت شركة موديرنا الأمريكية للدوائيات التوصل إلى لقاح فعال ضد فيروس كورونا إلا أن التجارب ما زالت في المرحلة الأولى التي ركزت على سلامة اللقاح بينما ستبدأ المرحلة الثانية على فعلياته في يوليو المقبل في تطور أشهد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإن حذر الخبراء من التعجل في الإفراد بالتفاؤل إزاءه سباق عالمي نحو التغصر إلى لقاح مضاد لكورونا أعلنت شركة موديرنا الأمريكية للدوائيات أنها باتت قاب قوسين أو أدنى من الحصول على مصل يستنفر الجهاز المناعي لإحباط هجمات الفيروس بهذا اللقاح نستطيع فعليا أن نستحث الاستجابة المناعية في كل شخص يتلقاه هذه الاستجابة هي التي تؤدي إلى إفراز الإجسام المضادة التي تعمل على إبطال مفعول الفيروس والتي نأمل في أن نصل بها إلى مستوى الإجسام المضادة التي أفرزها الجسم في من أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه هذه النتائج أكدتها دراسة قامت بها معاهد الصحة القومية الأمريكية على عينة من اللقاح الجديد وحقنا المتطوعون بكميات مختلفة من اللقاح الذي قالت مديرنا إنها لاحظت أنه كلما زادت جرعته زادت قدرة الجسم على الاستجابة المناعية وقالت الشركة إن الدراسة الأولية أثبتت أيضا أن اللقاح آمن ومحتمل بل ومانع لتكاثر الفيروس الجزء الثاني من الخبر أن نفس المستوى من اللقاح أثبت نجاحه في حماية فئران التجارب من تكاثر الفيروس في الرئة مديرنا التي تتخذ من ولاية ماساتشوسيتس مقرا لها قفزت أسهمها الاثنين بنسبة وصلت عشرين بالمئة وكانت الشركة قد حصلت الأسبوع الماضي على ترخيص من معاهد الصحة الأمريكية بالدخول في المصاري السريع للتعجيل بالمراجعة الطبية لمنتجها وتتوقع الشروع في المرحلة النهائية من التجارب في يوليو القادم نتوقع إنتاج الملايين من جروعات بنهاية هذا العام وقد تصل إلى مليارات جروعات عام 2021 الرئيس رامب أشاد بالنتائج وأعرب عن تفاؤله بأن يشهد الربع الثالث من هذا العام تحولا جذريا في الوضع إلى الأفضل لدينا أنباء جيدة وإيجابية بشكل هائل عن الأدوية واللقاحات وأعتقد أننا قريبين جدا من وضع إيجابي للغاية وقد رأينا نتائج مذهلة وأعتقد أنهم سيتوصلون إلى لقاح وسيكون رائعا لكن على الرغم مما تبعثه هذه التجارب من أمل يحذر الخبراء من المبالغة في التفاؤل لا سيما وأن هذه المرحلة تهدف إلى اختبار سلامة المصل وليس فعاليته وأن ثم تعثرات قد تحدث عندما يتم تجربه على الألاف من البشر في مرحلة اختبار الفعالية ومن ناشفل من ولاة تينيسي معنا عبر شبكة سكايب الأستاذ في الطب الوقائي دكتور ويليام شافنر دكتور ويليام هذه الدعوة أو هذا الإعلان عن هذا اللقاح من قبل شركة موديرنا إلى أي مدى هو دعوة للتفاؤل برأيك؟ لك سبب يدعو للتفاؤل ولكن يجب أن نكون واقعيين لأننا لا نزال في بداية تطوير اللقاح واللقاح أعطي لعدد محدود من الناس وأظهر أنه بهؤلاء الناس يمكن أن يتم تحفيز الجسم لإفراز مواد مضادة هذا ممتاز ولكن علينا الآن أن نعطي هذا اللقاح الجديد إلى الكثير من الناس كي نرى أولا هل هو آمن ثانيا هل هو مستمر في إنتاج المواد المضادة في عدد كبير من الناس وهل يحمي ضد عدوى الفيروس بالطبع لهذا السبب نعطي اللقاح في ظل الكم الهائل من الشركات التي تصابق على إيجاد أو اكتشاف لقاح جديد شركة مودانا تقول أن هذا هو اللقاح الأول الذي يثبت فعاليته إلى أي مدى هذا التصريح تصريح دقيق؟ إنه تصريح دقيق ولكن هناك الكثير من الناس الذين يعملون على لقاحات أخرى ويعملون بجدية هذا شيء جيد نحب أن يكون هناك أكثر من لقاح واحد هذا سيفيد البشر لأننا سنصنع لقاحات أكثر وجرعات أكثر ونوزعها بشكل أفضل ولكن تطوير اللقاح ليس بالسهل سنمر بمشاكل ربما ونحتاج إلى الكثير من الناس أن يعملوا على تطوير اللقاح ونأمل أنه خلال سنة أو سنة ونصف سنصل إلى لقاح يمكن أن نبدأ في توزيعه على سكان العالم دكتور ويليم عادة أهم مضمون اللقاح وأن يكون قادرا على تحفيز الاستجابة المناعية ضد الفيروس عند الناس ولكن عندما نقول أن هذا هو اللقاح الأول الذي يتم اختباره على الناس ويتبين أنه آمن كيف ممكن عادة لهذه الاختبارات أن لا تكون آمنة على البشر يجب أن نتذكر أنه أعطي لعدد قليل من الناس لا يمكن أن نقول الآن أنه لقاح آمن يجب أن نعطيه إلى آلاف الناس قبل أن نكون واثقين في قول ذلك وبالطبع علينا أن نرى هل هو فعلا يمنع عدوى الفيروس وهذا يتطلب عدد أكبر من الناس ووقت أطول ولكننا متفائلون ولكن علينا أن نتوخى الحذر دكتور يعني بعد أن أعلنت مديرنا هذا الموضوع طبعا ارتفعت مؤشراتها ضمن وول ستريت هنا السؤال طالما هذه الشركات تتدافع وتعلن يوما بعد يوم عن اختبار ولقاحات جديدة وترتفع أسهمها في البورصة ما هو الدافع برأيك والأي ماذا هو الدافع المال والربح بدل أن يكون الدافع عند هذه الشركات هو فعلا صحة الناس كل الناس الذين يعملون على إنتاج اللقاح يحاولون أن يتحركوا إلى الأمام بأسرع ما يمكن ولكن في نفس الوقت يتوخون الحذر قدر الإمكان رائع أن أسهم الشركة ارتفعت ولكن ليس لهذا السبب أنا مهتم باللقاح أنا مهتم باللقاح لأنني أريد أن أعطي هذا اللقاح إلى عدد أكبر من الناس في العالم لمنع حدوث عدوى هذا هو هدف الصحة العامة الوقاية دكتور ويليام شافنر الأستاذ في الطب الوقائي حدثتنا من ناشفل شكرا على هذه المدخلة ضمنها من العاصمة كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتناول منذ نحو عشرة أيام على سبيل الوقاية عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا الكثير من الأمور الجيدة حدثت بفعل عقار هيدروكسي كلوروكوين ستتفاجأون من العدد الكبير من الناس الذين يتناولونه خصوصا العاملين في الصفوف الأمامية لمكافحة الفيروس أنا شخصيا تناولته وما زلت أفعل ذلك الآن لقد بدأت ذلك منذ بضعة أسبيع لأنني أعتقد أنه جيد وسمعت الكثير من القصص الجيدة عنه وإذا لم يكن كذلك سأخبركم بأنني سأتضرر منه أطلق متطوعون من الجالية المسلمة في ولاية ميرلند الأمريكية حملة خيرية لجمع المواد الغذائية وتوزيعها على المتضررين من أزمة كورونا ويقول منظم المبادرة هذه أنها تعبر عن التضامن الذي يعيشه المجتمع الأمريكي على اختلاف أصوله وأعراقه ودياناته للأسبوع الرابع على التوالي تنظم عديلة وشركاؤها من أعضاء الجالية المسلمة الأمريكية بولاية ميرلند حملة لجمع وتوزيع المساعدات الغذائية للعائلات المحتاجة بمقاطعة منغومري كونتي المتضررة من فيروس كورونا لأننا في رمضان هذا العام لا نستطيع أداء صلواتنا الخمس والترويح هنا في المسجد قررنا أن نجعل من إيماننا وسيلة لخدمة الآخرين حولنا ممن هم بحاجة إلى مساعدة عديلة تقول أن إجراءات العزل والحجر الصحي المطبقة خاليا شجعت الناشطين المحليين على إيجاد وسيلة لمساعدة الجيران الذين يعانونه أوضاعا خاصة بسبب فقدهم لوظائفهم في الشهور الأخيرة أو إغلاق أعمالهم بسبب أزمة كورونا قررنا إطلاق هذه الحملة بتقديم المساعدة الغذائية عن طريق جمع وتوزيع المواد الأساسية التي تحتاج إليها كل العائلات لم تقتصر العمليات التطوعية على التوزيع عند مدخل المركز الإسلامي لميرلان بل هناك متطوعون أخرون يعملون على إيصال المساعدات إلى بيوت الجيران خاصة أولئك الكبار في السن أو المرضى أو الذين تمنعهم ظروف خاصة من الحضور إلى هنا أعمل ضمن الفريق المختص بمساعدة كبار السن والمرضى الذين لا يستطيعون الحضور إلى هنا ولا الذهاب للتسوق بسبب أخطار الفيروس هذا العمل الخير يقول الناشطون إنه لم يتوقف بانتهاء شهر الصيام فهم بصدد التحضير لحملة أخرى في نهاية شهر الحالي خاصة في ظل استمرار إغلاق مقاطعتهم الإدارية رغم ذلك الفتح الجزئي لمعظم مقاطعات ميرلاند إنه لأمر مثير أن يأتي الناس إلى هنا للمساهمة في هذا العمل الخيري بصرف النظر عن أصولهم لأن الغاية واحدة في الوجه الآخر لأزمة كورونا هو ذلك الثكاثف التي أظهرته هذه المحنة في حياة الأمريكيين على اختلاف أعراقهم وأديانهم وأصولهم وألوانهم لأن القناعة المشتركة بين الجميع أن الجميع واحد في مواجهة هذه المحنة وأشكال التضامن متعددة من تقديم الخدمات والمساعدات لأن أزمة البطالة مست جميع الأمريكيين ومن مختلف الفئات تماماً كما كانت قضية مواجهة الوباء القاتل رابح فلالي الحرة واشنطن يستخدم مطعم في ولاية ميرلين طاولات محاطة ببالون بهدف التزام زبائنه بالتباعد الجسدي خلال فترة انتشار فيروس كورونا وقال أصحاب هذا المطعم الذين جهزوا طاولات محاطة ببالون ليرتديها الزبائن أن هذه الطريقة المبتكرة ستلزم الناس بالتباعد عن بعضهم بنحو مترين خلال تناول وجباتهم في المطاعم ويوفر المطعم حالياً خدمة التسليم فقط لكنه يخطط لاستخدام هذا النوع من الطاولات بمجرد فتح المطاعم أمام الزبائن ومع هذا الخبر نصل إلى ختم من العاصمة لهذه الليلة نلقاكم على رأس الساعة المقبلة مع موجز لأهم الأخبار إلى اللقاء